عزقاء مقام قضاء الطوز حسن زين العبدين الهجمات وتعرضات المتفرقة في المناطق التابعة للقضاء الشرقي محافظة صلاح الدين إلى الخناق الأمني الذي يعيشه تنظيم بعد أغلاق الطرق والممرات التي يسلكها وإحكام السيطرة الأمنية عليها وقال زين العبدين أن قوات الأمن تسيطر على جميع طرق وممرات داعش شرق المحافظة ووضعتها تحت الرصد والمراقبة بالتقنيات الإلكترونية ما دفع عناصر تنظيم إلى شن هجمات الاستعراضات إعلامية في محاولة للتخفيف من الخناق وإبهام الرأي العام بوجود خطر داعش